أحكام الفست الثمانين من الدستور بعد جملة من القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيسي سعيد لحل الأزمة السياسية في البلاد حث وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين سعيد على مواصلة الحوار المفتوح مع جميع الجهات السياسية والشعب في تونس وكان بلينكين أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي الاثنين غدا تجميد سعيد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامها وتولي السلطة التنفيذية بنفسها وعقب المكالمة الهاتفية قال بلينكين ان سعيد أكد له بأن جملة القرارات التي اتخذها تهدف لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي من جهته تعهد الرئيس التونسي بحماية الحقوق والحريات الأساسية في البلاد وكلف المستشار السابق للأمن القومي رضاء جرسلاوي بتسيير شؤون وزارة الداخلية وتشريعها ونفس سعيد اعتقال أي شخص مؤكدا أنه تم تطبيق القانون بشكل كامل لا مجال فيه لأي تجاوز لا من السلطة ولا من أي جهة أخرى قرارات سعيد وتدخله لحل الأزمة السياسية التي تسببت بها حركة النهضة في البلاد وصفت من قبل أنصاره بأنها إعادة لضبط ثورة عام 2011 إذ أكدت جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس هي من صميم صلاحياته في ظل غياب المحكمة الدستورية كما طالبت الجمعية الرئيسة بتقديم خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة ودعت إلى تعيين رئيس حكومة في أسرع وقت ممكن وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد فرض حالة الطوارئ في البلاد وأقل رئيس الوزراء هشام المشيشي وعلق عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوما بعد احتجاجات شعبية مناهضة لحركة النهضة